جاء المسيح لكي يطلب ويخلص جاء المسيح ليعطي حياة وحياة أفضل جاء ابن الله جاء المسيح ليدمر أو لينقض أعمال إبليس جاء المسيح يكرز بسنة الرب المقبولة يسترد كل مسلوب ويعود عن كل السنين تعويض جاء المسيح ليشهد للحق جاء المسيح ليتمم مشيئة الآب وهذا هو الإعلان وهذا هو التصريح وهذه الكرازة التي نقوم بها قال الرسول بولوس لتمثاوس اكرز بالكلمة أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وابخ انتهر عذ بكل أنات وتعليم لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات أما أنت فصحوا في كل شيء اعمل عمل المبشر تمم خدمتك هاي الخدمة أحبائي هو نشر الأخبار الصارة أنه ما في داعي أنك تموت أنه في حياة أبدية من خلال قبولك يسوع المسيح في ضمان للخلاص الإنسان كان مرعوب من القبر ومن الموت ومن جهنم فالمسيح هزم القبر وهزم الموت وعطانا حياة أبدية ما فيش داعي أنك تخاف أو تكون مرعوب